عندما تكون بعيداً عن وطنك يمكن أن تواجه تحديات نفسية واجتماعية إليك بعض الأشياء الهامة لتكون قوياً وتتأقلم بشكل أفضل واحد الاستمرارية والصبر يجب أن تكون على استعداد لمواجهة التحديات والصعوبات بصبر وعدم الاستسلام في وجه الصعاب اثنان التواصل الاجتماعي حاول بناء شبكة اجتماعية قوية من خلال التواصل مع الأشخاص في المجتمع الجديد سواء كانوا مواطنين محليين أو مهاجرين مثلك ثلاثة التحلي بالمرونة كن مستعداً لتكييف نفسك مع الثقافة والعادات الجديدة وتبني نهجاً مرناً تجاه التغييرات أربعة الاهتمام بصحتك النفسية ابحث عن أنشطة تهدئة للعقل مثل المشي والتأمل والقراءة للمساعدة في تخفيف التوتر والقلق خمسة كالاحتفاظ بروابط مع الوطن حافظ على الاتصال مع عائلتك وأصدقائك في وطنك من خلال الاتصالات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي ستة اكتساب المهارات الجديدة استغل وقتك بعيداً عن وطنك لاكتساب مهارات جديدة أو التعلم عن مجالات مختلفة سبع كالبحث عن الدعم لا تتردد في طلب المساعدة إذا شعرت بالضغط النفسي أو الاكتئاب وابحث عن الموارد والخدمات التي يمكن أن تدعمك في مجتمعك الجديد شكراً لكم على الاستماع أراكم في الفيديو القادم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد